السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا لم تشترك في القناة اشترك في قناة وافع الزر الجرس اليام جاء بكم 6 الطرق لاصلاح مشكلة التشغيل التلقائي لواي فاي الايفون يعني انت تتصل تلقائيا يعني انت راح تطفي الواي فاي وحاجة عشان ما تتصل بالشبكة ولكن تتفاجئ بعد يوم ترجع تلاقي تم اتصال تلقائي كيف تمنع من الاتصال التلقائي اول شي ابيين لكم شي محب لما انتظر لما تفعل او تعطل هذا الخاصية واي فاي هذا الخيار راح يوقف الواي فاي خلال يوم يوم واحد يعني خلال 24 ساعة بعد 24 ساعة راح يشتغل راح يتفعل تلقائيا وراح يتصل بالشبكة اوكي كيف تمنع اتصال الواي فاي بالشبكة؟ الطريقة الاول انك تروح تضغط على اذا تريد توقف الواي فاي وعدم اتصال التلقائي لازم تروح للعدادات تروح للعدادات اوكي هنا بتحصل واي فاي لازم تضغط على واي فاي لازم تلغي تفعيل الواي فاي من هذا الخيار لما تلغي تفعيل الواي فاي من هذا الخيار اوكي خلال من هنا تم توقف الواي فاي بشكل نهائي يعني ما يستصل بشبكة تلقائي راح يوقف مدى الحياة لين ما انت تفعله بيدك لين ما انت تفعله يدويا راح يشتغل الواي فاي وراح يتصل غير كذا ما يشتغل يعني تلقائي ما يشتغل هذا هو الطريق الأول من اتصال الواي فاي أو تشغيل الواي فاي الطريقة الثانية هو انك تروح للواي فاي ناس ما شفوا تروح للواي فاي تضغط على هذا الخيال علامة التعجب هنين بتحسل إلغاء حفظ الشبكة راح تضغط حليها راح يلغي الشبكة اللي تم اتصالها بالتالي يحذف الاتصال ولما تريد تتصل بالواي فاي لازم تحط كلمة سري حتى تتصل الواي فاي هذا هو الطريقة الثانية لمن اتصال بالواي فاي الطريقة الثالثة لمن اتصال بالواي فاي هو انك تسوي يعادة تعين عدادات الشبكة تروح للعدادات بعد ما تروح للعدادات تروح لعام تنزل لتحت آخر شيء هنين بتحصل نقل ويعادة تعين أوكي هنين بتحصل يعادة تعين أوكي تضغط عليها تضغط على يعادة تعين عدادات الشبكة راح يحذف جميع البيانات بالتالي بالتالي راح تحذف يعني ما بيتصل بالشبكة تلقائية أو ما يشتغل الواي فاي تلقائية هذا هو الطريقة الثالثة أوكي الطريقة الرابعة هو انك تروح للعدادات تروح للواي فاي هنين بتحصل علامة التعجب اضغط عليها جنب الشبكة اللي متصل هنين بتحصل الانضمام التلقائي أوكي راح تلغي تفايل هذا الخيار لما تلغي تفايل هذا الخيار لو طفيت التى التسال بالشبكة تلقائيا أوكي حتى تتصل بالواي فاي تلقائيا راح تفعل هذا الخيار ورح يتصل بالشبكة تلقائيا هذا هو أربع طرق طبعا فيه طرق أخرى الرابط فيه ديسكبشن فيه طريقتين آخر طريقة الخامسة كيف تبنى اتصال بالشبكة تلقائيا أنك تفعل وضع الطائرة نفس ما تشوفون بتحسل وضع الطائرة يضغط عليها خلاص رح يوقف الاتصال بالشبكة وبس هذا هو تم منع الظهور بس تتأكد أن هذه الطريقة رح يلغي بيانات الحاتف أيضا والشريحة كل شيء رح يوقف اتصال بالشبكة والشريحة هذا هو الطريقة الخامسة ألا ما أتوقع الطريقة السادسة طبعا ندخل في الديسكبشن وقرأ الطريقة السادسة وبس هذا هو المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنت من اشتر فقران اشتر فقران وفع الزرجج بس معسا اشتركوا في القناة